شهدت الصحراء منذ استرجاعها قبل عقود طفرة تنموية لامست كل المجالات وبوأتها الصدارة على صعيد المملكة لكن ضعف الاستثمار في القطاع الخاص لا يزال واضحاً ما يجعل القطاع العام الفاعل الأول في الجهة الجنوبية الثلاث والمعاول عليه غالباً في توفير فرص العمل نريد أن ندخل الدولة لكي تعطينا واحد تغيير تغيير الذي يكون ملموس يعني هناك عدة مواضيع وعدة حلول التي تنذكر ولكن في أرض الواقع هي غايبة وغايبة جداً نحن ملمسناها في تجربتنا الضعيفة والصغيرة يعني ملمسناها يعني كل مستثمير يخدم الرأس نتمنى من الجميع أن يضع ضمانات وتشجيعات وتحفيزات لكافة المستثميرين من الخارج من أجل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية للمناطق الجنوبية في حاجة ما سائلها من أجل أن يكون واحد رواج اقتصادي وبديل عن الإعانات التي تقدمها الدولة للشباب منطقها غياب رؤية واضحة لدى رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والجانب كان وراء ضعف الاستثمارات في القطاع الخاص بالصحراء ما حذا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخروج بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية لمملكة والذي جاء لتدارك مكامن الخللي وتيسير المصاطر لتشجيع الاستثمارات بالجهات الجنوبية الثلاث والناس كانت فرحانة والمستثمرين فرحانين والمنطقة فرحانة في هذا التغيير اللي يعضل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولكن الى حد الساعي حاجة ملموسة يعني مش في نافارة الواقع ونحن نتمنى نتمنى إن شاء الله بعد خطاب صاحب الجلالة أنه يكون عندنا تغيير بنسبة لمناطقنا الجنوبية ويكون عندنا واحد تغيير اللي هو كبير والذي ينعكس على الساكنة وينعكس على مناطقنا هنا أمنى وتطلعاتنا كبيرة بعد الخطاب الملكي السامي حول تطبيق نموذج الاقتصادي والاجتماعي اللي يجابيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونتمنى وأنه يتم تطبيقه على أرض الواقع في أقرب الأجال نحن ما بغيناش السباب يبقى كي حاني واحد بطاقة عشوط وظيفة ولا مقدم حضاري ولا شيخ ولا كذين آخرين نحن بغينا مشاريع التنموية بغينا اقتصاد حقيقي بغينا استثمار بغينا نخدم المنطقة دينا في المجال الاقتصادي ونستبشروا خير بالخطاب عيد المسير الخضراء المعاهد ومراكز التكوين المهني بجنوب المملكة تخرج كل سنة دفعات مؤهلة من الطلبة قادرون على الإسهام في أوراش التنمية بالأقالم الجنوبية ومهيئون للولوج إلى سوق العمل ترجمة نانسي قنقر